مرحبا فيكم احب بي كيف كون؟ اشتقتلكون كتير وصفتنا لليوم رح تكون كتف خروف مشوي بالفرن وان شاء الله اليوم رح نعملوا بتاتبيلة مميزة واكيد هاي التاتبيلة ممكن تستخدموها لأي نوع لحمة انتو حبين تشوها جوا الفرن ورح اعمل كمان حدو رز مبهر طبعا هيدا الرز رح نعملوا بالابهرات الصحيحة بتعطي نكهة جدا طيبة وممكن هيدا الرز يتقدم جنب اي لحم مشوي او دجاج مشوي تابعوا معي الفيديو حطوا لايك ازا عجبكم ويلا تنبلش بالبداية رح احضر للتاتبيلة بدي نصف ملعقة صغيرة كل من بصل بودرة توم بودرة وزنجبيل بودرة كترناهن للزنجبيلات شوي وفلفل ابيض وفلفل اسود وسبع بهار وبابريكا وملعقة صغيرة من الملح منحركم كلهم مع بعضهم كتير منيح عندي هون كتف خروف ما شاء الله وزنه تقريبا اتنين كيلو جرام طبعا اللحم انا بس بغسله بالماء ما بحطله اي شي تاني من عامل اللحم غير ما من عامل الدجاج والسمك بعد ما كنا شافته كتير منيح بمحارم المطبخ بعمل فيه ثقوب بوسط السكين هايدي الثقوب بتساعد على اللحم يستوي بشكل اسرع وبنفس الوقت انا رحط فيها حبات الهال حبات الهال الصحيحة بتعطيها نكهة عربية اطيب اذا ما بتحبوا الهال فيكن تحطوا توم فيكن تحطوا رومران يعني روزماري متل ما بتسموه انا حبيت اليوم حط هال شايفين لون اللحم اسم الله لونه زهري هيدا دليل على انه اللحم فراش وعمر الخروف صغير فهيك نوع لحمة بعد الشاو بيطلع جدا طري وبيدوب بالتم دوابان حطيت حبوب الهال بكل الثقوبية اللي عملتها بالوش وبالقفة كنت حب اللحم تكون مدهني اكتر من هيك ما تستغربوا لانه كل ما كانت اللحم مدهني كل ما كانت قطيب وقطيب وبتستوي بشكل افضل بس انا لما نزلت عند اللحوم اللي بجيب منه عادتان ما لقيت عنده غير هيدا الكتف وانا كنت كتير متحمسة اقامل هالوصفي فجبته واتكلت عا الله والحمد اللي طلعت كتير طيب رشات البهارات اللي حضرناها سوا ع كل الكتف اصمته نصين نص البهارات لوش الكتف والنص للقفة وبفرق فيها اللحم بايدي بشكل كتير منيح طبعا كمية الملح دايما فيكن تزيدوها بتزيدوها ع حسب الرغبة اخصة بهيك وصفات بيلبق للملح بكاسي عجنب رح حط فيها نصف فنجان قهوة من الزعفران زعفران منقوع بالمي الساخنة وملعقة صغيرة مليانة من الكركم وفنجان قهوة من الزيت النباتة انا حطيت زيت ذرة بنحريكن منيح مع بعض وبنزلوهم فوق اللحمة الملعقة ما بيمشي حال ابدا ضروري نستعمل ايدنا ونفرك اللحمة منيح مثل وكانكن عم تعملوا لمساج بس اذا بتخافوا ع ايديكن ما يصبغ لون الكركم عليه البسوا كفوف لان لون الكركم رح يلزق على ايد لفترة معينة هلا رح اترك اللحمة هيك منقوعة بالتبلي لمدة نصف ساعة واذا بتعملوه قبل بلايلي بيكون احسن واحسن بس اذا مستعجلين ما ما تتعتلوهم نصف ساعة كفية واذا كانت اللحمة بالفريزة كانت قبل ضروري تتركوها بحرارة الغرفة اقلها شي نصف ساعة هلا مدت ورق الالومينيو وحطيت ورق الزبدة ومنحط كتف الخروف على الورق طبعا وثلاث حبات بصل حجم صغير وورق غار او ورق لورا متل ما بتسموه وكمان الروزماري او الرومارين دايما نفركوها بايدكن الرومارين بحييتكن مترشوها هيك فركوها بايدكن انتو عم بتنزلوها على اللحمة حبات قفله كمان رشي من الفلفل الاسود وغسلت عجنب انا ورقة زبدة غسلتها تحت الحنفية وغلفت فيها اللحمة ولفيتها كتير منيح بورق الزبدة وبعدين بورق الالومينيو هون بدي احكي ملاحظة جدا مهمة انو بدنا نلف اللحم بشكل كتير منيح بورق القصدير انا لفيته بطبقتان وحطيته بصينية الفرن شايفين كيف؟ هيك انا بضمان انو يستوي منيح بالبخار اللي هو فيه منحطه بالصينية اذا الفرن عندكن صغير قولوا للحوم يكسرلكم العظم تفيكن اتدخلوه على الفرن متل ما نبين انا قلبت الكتف على القفة او بالقلب يعني جهة اللحم صارت لتحته جهة العظم لفوق وشعلت الفرن على درجة حرارة مية وتمانين شاعل من فوقه من تحت اول ساعة وتاني ساعة بس من تحت يعني الوقت كله كان ساعتين بالفرن بنجي هلا تعمل الرز بحب استعمل هاي دي الطنجرة بتجي واسعة وجدرانة قصيرة حطيت كمية بسيطة مزات الزيتون فيكن اتحطوا سمني اذا بدكن وحطيت كمان بهارات الصحيحة عود ارفي لومي وراء غار هيل فلفل اسود كمون كلها بهارات صحيحة وبتعطي نكهة جدا لزيزة للرز بس بدي يقول شغلة مهم انتبهوا من الهيل هون انتبهوا يا جماعة الهيل ممكن يفقع فلو بتحطوه مع الميت السلق بيكون افضل لان فقعت وحدة و الله ستار حطيت ثلاث اكواب من الرز رز البسمة المنقوع نصف ساعة ولكل كوب رز حطيت كوب ربع من المي لان الرز منقوع فكوب ربع كان كفية وطبعا ملحت حركتون شوي وغطيتون بغطيهم بنتر ليغلوا وتنزل الماء عن النون تنشف الماء عن الوش وحطيت زعفران انا حطى شوية زعفران بفنجان قهوة هيدا هو زرف الزعفران اللي انا بستعمله ريت كزا مرة سألتوني عنه فحبا تفرجيكن اياه وطبعا ما بتصير هيك اكل ملوكية بدون اقلوبات قلت شوية اقلوبات لوز الصنوبري بالذات النباتة نطرت عليه تأخذ اللون الاشقار وبرفعه مباشرة من المقلية نجي للرز ما شو الله الله يبارك شو بحكي لكم عن ريحة ريحة الرز البسمة تلفت البيت لف اهلنا بالعراق فيكن تستعملوا رز العنبر كتير بيتلع طيب عملت هيدا الكوب يلي من الالومينيو او ورق القصدير وعم شعل عجنب فحم ع الغاز الصغير انا بعمل هيدا الاساس ع الغاز الصغير تا ما ينزعلي عيون الفرن الفحم والبدنجان المشوي كتير بينزعوا عيون الغاز بيحفرهم حطيت على الفحم نصف ملعقة صغيرة من السمنة منشان دخنوا للرز وكلما كانت نوعية السمنة اطيب كلما كان اعطى دخنة وطعمة طعمة يمدخنة للرز اطيب بتركن هايك لحتى الدخان يخلص تماما تايعبوا الدخان جوات الطنجرة على الاخر هون طلعت الفخدة من الفرن ما شاء الله قصيت ورق الالومينيو بالسكين شايفين منو منزل مية بالصينية ابدا لاني ليففته كتير منيح تنفتح الطبقات الالومينيو هي الكتف الخروف هو مطلع مية شايفين المية نحنا ما ضفنا له مية متل ما شفته هو بيطلع مية شلت الوراق هلا رح دخلوا بهذا الطريقة على الفرن تا يتحمر ياخد لون الشواء هدا المية اذا بترشوه عوش الفخدة قبل ما تنزله على الفرن كمان بكون افضل اللحمة مستوية تماما مفصولة عن العظم ومنهن هتنهنه هون بعد ما طلعتوا من الفرن اخد هاللون الحلو سراحة الكاميرا ظالمته لونه جدا رائع ما شاء الله انا حابت اقدم هيدا الطبق بالطنجرة نفسه حابت شكله حابت اني قدمها بالطنجرة زيتها ع طولة الاكل شايفين اللحمة كيف دايبي دوابان وزيتنا الوش باللوبات ورشة بسيطة من البقدون استيعطي لون وارنان فلفل حار طبعا التزين دايما حسب الرغبة بس مشان نكسر اللون حطينا شوية خدار شو بحكي لكم على هالوصفة وصفة ملوكية يعني اكتر شي هيدا الوصفات بتتقدم بالمناسبات بالاعياد جربوها لهالطريقة هي طريقة جدا سهلة هون عم شيل شوية من اللحم تفرجيكم كيف دايب بس كانت اللحمي نار يعني عم بمسكها وانا لبسي كفوف وصبيعي عم يحترقوا دايبي دوابان وريحتها وطعمتها كانت غير شكل احباقي هيدا كانت وصفتي لليوم بتمنى من كل قلبي انها تعجبكن وتستفيدوا وتاخدوا افكار واذا جربتوها اكتبولي تحت بالكومنتات كتير بحب اقرأ اراقكن من بعد ما تجربوا وصفتي اخر شي بقلكوني اني بحبكن كتير ونلتابق فيديو جاي بازن الله باي